تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات بالتعاون مع رام فورقارب في تويتر ويوتيوب ورابطة ريال مدريد الرسمية في العراق حق تليوم بعد تعادل ريال مدريد مع فيا ريال التعادل اللي هنحكي أكد أشياء كنا نحكيها من بداية الموسم أنه الفريق حتى لما يفوز مش عم بيلعب أحسن مباريات ولما يتعادل أو يتعثر فالقرار شخصي لإله طبعا المباراة اليوم كانت متوقعة جدا تكون صعبة ريال مدريد بدأ تقريبا بغيابين في كل خط من خطوطه وبالمقابل عم بيلعب مع فريق خسرا المباراة واحدة من أصل تسعة هذا الموسم في الدوري كانت أمام برشلونا فريق في المركز الثاني عم بعيش حالي إيجابية هذا الموسم اللي هو فيا ريال فكل الظروف بتقول أنه المباراة حتكون صعبة وفعلا كانت كذلك لكن هذه الصعوبة سهلت في أول بعد دقيقة واثنين وخمسين وثلاثة وخمسين ثانية عبر ماريانو دياس عرضية رائعة من كاربخال هدف أول لماريانو دياس ماريانو اللي في الشرط الأول يعني خلينا نحكي لعلاحظة الهدف كان لعب ستمية دقيقة تقريبا في الدوري ماريان مدريد مسجل ست أهداف وصانع واحد يعني تقريبا بيساهم لك بهدف في كل مباراة هل بيلقى العدل أو الاحترام مقابل ذلك لا ما بتكلم اليوم منه قدم مباراة مثالية لأنه في الشرط الثاني اختفى تماما زي ما اختفى كل الهجوم بشرط الثاني لكن اللي بيعطيه بيستهل أنه ياخد فرص أكثر فيه نوع من قلة الاحترام بالتعامل مع ماريانو من يوم ما أعطوه رقم سبعة منظر أسر هذي كانت قلة احترام بعدين أخدوه منه ويعني كل شيء بيصير مع ماريانو فيه نوع من عدم التقدير لشيء هو كويس فيه أنه بيجيب أهداف خير ننتقل للمباراة مرة ثانية ونتكلم عن زيدان في البداية الموسم الماضي في ختام الموسم آخر شهرين لما رجعنا بعد كورونا كانت استراتيجية زيدان مثالية الفرق كلها عم تلعب كل ثلاثة أيام مباراة معظمها مش جاهزة بدنيا نتيجة التوقف الطويل بسبب كورونا وهون كانت فكرة طبيعية أني أحاول أتقدم وأدافع عبر مدافعين ممتازين عبر وجود كاسيميرو مودريتش كروزمنت مركزين وأخلص المباراة بهدف مقابل لشيء خصوصا أنه أنا كان عندي خمس تبديلات أفضل من الآخرين بقدر أنزلهم فيهن الآخرين دائما عندهم تبديلين ثلاثة كويسين وما عندهم تلك الدكة أيضا كان الموسم شبه منتهي لكثير فرق يعني هن لضام حاله 11 ولضام حاله 14 و13 خلاص ما عادي قاتل عشاء هذا الموسم ما بقدر زيدان يلعب بنفسه الاستراتيجية من أول الموسم بيحاول يعمل نفسه الاستراتيجية يتقدم ويرجع ويعطي الكرة لنخصر يخليه يتجرى عليه وينتظر أنه ينهار وهذا الموسم لو بتلاحظه معظمهم ما بنهاره ليش؟ لأنه بداية الموسم لسه ما فيش نفس ضغط المباريات أيضا الحافز عند كل الأندي موجود حتى الآن فصعب جدا نتراهن بنفس الاستراتيجية وتتوقع نفس النتائج لأنه ظروف مختلفة هذا الخطأ الأكبر لزيدان اللي يبدو حتى الآن أنه عم بيكلفه في حال فوز أتلتكو على برشلولا اليوم عم بيكلفه فارغ كبير مع فريق ربما يكون من الصدارة فريق عنده دكة وعنده مدرب يعرف الليقة زي سيميوني طبعا شفنا من بداية اللقاء أنه ريال بدريد عم يبدأ بشيء بيبدأ 4-3-3 قبل ما يتحول 4-2-3-1 لاحقا وأيضا فيا ريال بيبدأ 4-3-3 وتحول 4-2-3-1 بعد التبديلات ريال بدأ بفاسكيس وهذا متوقع جدا لما يريب كاسيميرو فاسكيس بلعب عن زيدان هذا أساسي في المسائل الدفاعية فاسكيس اللي ربما هجوميا كان مش موجود لكن دفاعيا تم إرهاقه وإنهاكه تماما بوضع الضغط الهائل على جهته من فيا ريال عبر 90 دقيقة ورسالة ريال مدريد كانت وضحة جدا بعد الهدف الأول في اللقاء أنا بدي ثلاث نقاط في ظل ظروفي في ظل إصاباتي مبرر أمام الناس أجيب ثلاث نقاط هذا منطقي هذا منطقي يعني خلين نحكي إنك تحاول تعمله بس لما تحاول تعمله وتشوفه بالظابط المش منطقي تكمل في شيء بالظابط ريال سدد هذا الهدف وثم آه ثاني تزديده على الحارس فعليا كانت في دقيقة 73 بتزديد الفاسكيس يعني الفريق 72 دقيقة بدون أي هجمة مباشرة على المرمى فالتعادل بين هذا المعيار لوحده بظهر لك إنه عادل وربما أكثر من عادل بالنسبة لريال مدريد الريال في الشرط الأول سيطرت تماما على الرتم استفاد من جودة أوديغارد كروس مودريتش على الكرة قدر يسكر العمق بشكل رائع جدا فيا ريال ما قدر يحط الضغط الكافي على الجهات الأطراف اليسار واليمين وحتى لما كان يروح عليهم كان يكون واحد لاثنين أو اثنين لاثنين فكان يتم التعامل معها بسهولة أيضا فيا ريال لما كان يحاول يعمل شيء يحاول يروح على الطرف كان فاقد الفردية الناحية الفردية المهارة الفردية وفاقد السرعة فكان قابل للاحتواء لعندما جاءت ثلاث تبديلات من قناة امري واضح جدا أنها قلبت اللقاء رفعت الرتم بشكل كبير نزلت لعبين بحبوا يلعبوا على الكرة لعبين بحبوا يركضوا بالكرة لعبين فرديين امري لاحظ أنه أنا عم بقدر أوصل الكرة للثرت الأخير في المدريد على اليمين وعيسار بس اللاعب اللي عندي عم بلعب كرة عرضية عديلة أنا بدي لعب أجرع بدي لعبي هاجب المدافع تاريان المدريد لعبي حاول يدخل بلطقة الجزاء وهذا اللي حصل على الجهتين تم رفع السرعة تم تزياد الشجاعة خلينا نسميها والحدة بالجري بالكرة وهون زيدان رد عليه بتبديلين الأول بتفهمه فنسس جونيور بدل هازار نحكي هازار بدنيا مش جاهز وحتى شفنا اليوم خايف كتير يدخل بالجو خايف ينصاب فإنه أوكي بتنزل جونيور التاني هو اللي مش مفهوم إسكو بدل أوديغال لو كنا نتكلم عن كمية حركة وسرعة حركة فكمية الحركة تاعة إسكو في المباراة زيرو دائما ما بلعبش ما بتحركش هذه الموسم يعني ما نناقش ولو بدنا نتكلم عن ناحية دفاعية فهو دائما أخر من يصل ولو بدنا نتكلم عن ناحية هجومية فهو سيئة بعد الفترة فلو أنا بدي أفكر نفس الغلطة اللي صارت مع بلانسيا وتكلمنا فيها بعض الأحيان وضحة جدا فياريال وضع ضغط رهيب جدا على جهة فاسكس وكربخال فخلاهم تقريبا ينهاروا طلحهم للقاء دفاعيا وهجوميا كان واضح لازم تعزز هناك كان لازم الجهة لتعزز هذه الجهة ودائما في أفكار دائما نكون نكررها رودريغو هو منطقيا ربما يكون أفضل فكرة من ناحية واحد دفاعية ولو بدك ناحية هجومية تقول لظهير أيسر فياريال ارجع لورا بنزل أسينسيو مش بنزل أسكو ممكن طبعا بدا تصير بدا شوية مرونة في الشكل بالحال الهجومية بده أسينسيو يضم أكثر كعشرة وبالحال الدفاعية هو اللي يرجع مع الظهير ويريح شوية فاسكس يخلي حالة خينسميه حالة طوارئ في حال المرور من هناك كان لازم ينزل اللاعب مختلف عن أسكو هذا واضح لا قيمة فنية ولا حركية من دخول أسكو هذا كان خطأ أيضا المبالغة بالصبر المبالغة بالانتظار للخلف أعطى فيه ريال فرصة يعني لو أمري كان حس حلو مضغوط ما هيبدل ثلاثة مرة واحدة لو أمري حس حلو بخطر ما هيبدل ثلاثة مرة واحدة بس عنده التبديلات وعنده الخيارات خير نحكي زيدان ما زال يثق بنفسه أكثر من اللازم حكيتها بالحق الثاني أو الثالث زيدان يثق بنفسه حاليا أكثر من اللازم وهذا أخطر شيء عليه هذا الموسم بالمجمل تعادل بضيع نقطتين اجداد على ريال مدري التعادل أنا بشايف أنه ريال كان بإمكانه يفوز لو أنه أخذ التقدم بشكل ذيكي وصحيح لكنه لم يفعل ذلك علامات استفهام كثيرة على الحالة الهجومية بهذا الفريق من أول الموسم بسجل بعض الأحيان نعم بسجل تقريبا في كل مباراة نعم لكن بشوف المباراة بيعرف الفريق ما بيخلق فرص والفريق اللي ما بيخلق فرص بأي لحظة حيدخل بمنحة نتائج سلبية هذه قاعدة في كورة القدر بنعرفها جميعا بوصل هناك حلقة سلبية بدريد كنت معكم أنا محمد عوال بتمنى منكم تشتركوا بقناة سيفي سبوت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله